اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة روسيا تعمل على زيادة انتاج الطائرات المسيرة عشرة اضعاف والصين تستانف تدريجيا لاستيراد المأكلات البحرية من اليابان اهلا بكم إلى تفاصيل النشرة نظم في التاسع عشر من سبتمبر الجاري في قاعة الكنفدرالية الوطنية للعمال منتدى وطني بعنوان مشاركة شبابية منسقة في التنمية الزراعية بهدف تحقيق الاستراتيجية الرامية لضمان القذاء للجميع وتشجيع مشاركة الشباب في الملكية الزراعية وقال وزير الزراع سيد ارفين برهي في افتتاح المنتدى المنظم بتعاون وزارة الزراع والاتحاد الوطني للشباب والطلبة قال ان وزارة الزراع تعمل بصياغة خطة عمل استراتيجية قمسية من عام 2024 إلى عام 2028 وانتقلت حاليا من ضمان الامن القذائي إلى ضمان القذاء المتكامل واكد الوزير ارفيني على اهمية الدور الشباب في الجهود المبذولة لانتاج غزية متكاملة في قطع اراضي محدودة من خلال الزراعة المصغرة وغيرها من الاستراتيجيات وأوضح بأن العمل جار لتعارف المزارعين على وسائل الزراعية وانتاجية تصل إلى ثلاث مرات في السنة باستخدام مياه السدود والحفائر الموجودة في مناطقهم وقدم في المنتدى توضح من وزارة الزراع حول استراتيجيات وخطة ضمان القذاء المتكاملة ودور تطوير العمل الزراعي وتطوير المناحل كعمل امتجاري وإعداد السماد الطبيعي من النفايات المنزلية ومشاركة الشابات في انتاج الغذاء والابتكار والتصنيع الزراعي وأهمية السلامة في المنتجات الزراعية كما قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة توضيحا حول أهمية التدريب المهني وبرنامج القروض المصغرة والابتكار والتصنيع ودع المشاركون إلى الدفع بتطوير المزارعين الشباب في أساليب الزراعة الحديثة وتعزيز التدريب الزراعي وبرامج تنويرية وتعزيز التعاون بين الطرفين في تعزيز الانشطات الزراعية والمشاركة فيها والقيامة بالدراسات لمعرفة نسبة مشاركة الشباب في الزراعة ورفع الوعي بين الشباب في الانشطات الزراعية هذا وقدم في المنتجة معرضا للأدوات والتجهيزات التي صنعها المبتكرون وقال الرئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في كلمته الختمية قال إن المنتجة وضع الأساس لمشاركة الشباب في التنمية الزراعية مؤكدا على تعزيز مساهمة الاتحاد لينشط الشباب في الزراعة وأوضح مدير قسم التخطيط والإحصاء بالإنابة في وزارة الزراعة سيد مسكانا كتم أنه سيتم تشكيل لجنة من الجانبين لوضع خطة عمل واضحة يقاس تنفيذ عملها بالجدول الزمني شارك في المنتجة الوطنية الأول من نوعه أكثر من 140 مسؤولا وخبيرا من وزارة الزراعة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة من جميع الأقاليم من جهته نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإرتريا بإقليم عن سبب دورات صحية لأعضائه في مديريات حقاته وعلى برعد حمل مالو حول مكافحة أمراض الأيدز والملاريام وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة آمين حسن في كلمتها أن الاتحاد يعمل جاهدا على توعية المرأة بتقوية التنظيم والتأهيل والتنوير لتطوير قدراته وإمكانيات المرأة صحيا واجتماعيا وأضافت أن على المجتمع التسلح بالوعي للحفاظ على أدنى مستويات الإصابة بالأيدز مؤكدة ضرورة سمرار العمل التوعوي خاصة الموجه إلى الشباب وقدمت المشاركات في الدورات أرائهن على ضرورة إجبار أزواجهن لإجراء فحوصات الأيدز مناشدات بتواصل أنشئة التوعية وتوسيعها عقدت قائدات مركز الشرطة الرابع النقيب سنبلاويت إراد سمينارا قانونيا وتعويا في السابع عشر الثامن عشر من سبتمبر الجاري تركز حول أسباب الجرائم والمخالفات وكيفية التعامل مع هالي سكان مديرتي براجيزو وميتاماني وعوصة النقيب سنبلاويت الأباء لتعزيز دورهم في توجيه ومراقبة أبنائهم وعدم التحاون في المساهمة لمكافحة الجرائم وكشفها وأضافت أهمية جدية الأباء والأمهات خاصة على تربية جيل خال من النوايا الإجرامية وأكد مديراء مديرتي براجيزو السيدة ستوم سيد ومديرية ميتاماني السيدة السلمون هيل على ضرورة مراقبة الأباء لأبنائهم والضواحيهم لاتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة قبل فوات الأوان وحدوث الجرائم وقدم المشاركون آراءهم في الختام بتوصيات لمواصلة وتوسيع السمينارات ومراقبة المحلات التجارية وإجبارها على عدم بيع أو تغديم المشروبات الكحولية للقصر تخلص مكتب بلدية حقات في السابع عشر من سبتمبر الجاري من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي ضبطت في المحلات التجارية وهي معروضة للبيع وأفاد مسؤول مكتب البلدية بالمديرية السيدة زيناوي لوكالة أنباء الإيرتريا إرنا أن المواد الاستهلاكية غير صالحة والمسببة للمشاكل الصحية للإنسان المواشي والملوثة للبيئة تم التخلص منها من قبل الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وكانت المواد عبارة عن القمح وأدوية مختلفة للإنسان المواشي والبسكويت والأكياس البلاستيكية وأنواع الحلويات المختلفة بالإضافة إلى مواد أخرى فاسدة موصيا المواطنين على ملاحظة صلاحية المنتجات عند شرائها وأوضحت مسؤولة الصحة العامة في مستشفى حقات العمومية السيدة كوخب سلمون الأضرار الصحية لاستهلاك المواد من تهيئة الصلاحية مناشدة الجهات المختصة على تنظيم حملات تعوية بذات السياق وأوصى عضو مجلس إقلم عن سبا سيد محمد علي بالدهو المحلات التجارية والخدمية على الاهتمام بصحة المستهلكين وذلك بعدم بيع المواد من تهيئة الصلاحية والتخلص منها وعلى مكتب البلدية فرد عقوبات صارمة مشاهدين كانت هذه الأنبع على صعيد محلي فاصل قصير ومن ثم نوافقكم بالأنبع على صعيد العالمي أهلا بكم على صعيد العالمي قدم جيش النيجر حصيلة هجمات إرهابية متزابنة في مناطق مختلفة من البلاد نجح خلالها الجيش من تحييد أكثر من مئة إرهابي فيما قتل 12 جنديا خلال معارك مع القاعدة وداعش وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الحكومي في النيجر إنه خسر 12 من جنوده فيما أصيب أكثر من 30 آخرين خلال هجومين إرهابيين منفصلين وانفجار لهم تقليدي أصنع وفي الحصيلة التي عرضها الجيش قال إن خمسة من جنوده قتلوا في هجوم من شنه المئات من المجرمين الإرهابيين ضد قوة الدفاع والأمن المتمركزة في نياك تيري في منطقة تلابيري التي تبعد حوالي 100 كلمتر شمال غرب العاصمة نيامي وذلك على الحدود مع مالي وبورك نافاسو المجاورتين وأوضح أنه ردا على الهجوم الإرهابي أرسلت تعزيزات برية وجوية إلى المنطقة التي تصنف أنها الأكثر خطورة في منطقة الساحل ويطلق عليها مثلث الموت ونجحت هذه التعزيزات في القضاء على أكثر من 100 إرهابي حسب الحصيلة التي قدمها الجيش قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن بلاده تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بين عشرة أمثال إلى ما يقرب من 1.4 مليون خلال العام الجارين وقال بوتين تسلمت القوات المسلحة في المجمل نحو 140 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع في 2023 ومن المقرر هذا العام زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بأصورة كبيرة أو إلى ما يقرب من عشرة أمثال وأضاف بوتين في إجتماع في سان باترس باريك بخصوص إنتاج الطائرات المسيرة من يتحرك أسرع لتحقيق تلك المطالب في ساحة المعركة سينتصر وأوضح أن روسيا تحقق تقدما إسبوعيا تقريبا في تكنولوجيا الطائرات المسيرة وتحتاج أيضا إلى تطوير الدفاعات في مواجهتها وبالأخص فيما يتعلق بتكنولوجيا رصد الطائرات المسيرة المهاجمة والتشويش عليها ثم إسقاطها أعلنت الصين أنها ستستأنف تدريجيا استيراد ثمار البحر من اليابان بعد فردها حظرا شاملا في أغسطس العام الماضي بسبب تسرب المياه من محطة الطاقة النووية اليابانية المتضرعة في فوكشيمام وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الصين ستبدأ تعديل التدابير ذات الصلة استنادا إلى الأدلة العلمية وتستأنف تدريجا استيراد ثمار البحر اليابانية التي تستوفي القواعد والمعايير وأجر المسؤولون الصينيون واليابانيون أخيرا جولات من المشاورات بشأن تصريف المياه من محطة فوكشيمام دايشي المتضررة حسب ما قالت الوزارة في 2021 كانت ثلاثة من مفاعلات فوكشيمام دايشي في شمال شرق اليابان تعمل عندما ضرب صنامي المحطة عقب زلزال وصنامي أسفر عما أتل نحو 18 ألف شخص ما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد وتسبب بأسوأ كارثة نووية منذ تور نوبل الخبر الأخير في هذه النشرة أعلن الباحثون من خدمة كوبرنيكوس لتعيير المناقة التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر أغسطس 2024 كان الأكثر دفءا على مستوى العالم إلى جانب أغسطس 2023 ويعد متوسط درجة الحرارة العالمية مقياسا يوميا لمتوسط درجة حرارة سطح الأرض ويوفر هذا المقياس قيمة درجة حرارة واحدة تمثل درجات الحرارة المجمعة على مدار كل يوم لجميع المناطق في كل أنحاء العالم سواء البرية أو البحرية ويوضح العلماء أن شذوذ متوسط درجات الحرارة العالمية حتى الآن كان أعلى بمقدار 0.70 درجة مئوية عن متوسط 1991 و2020 وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة وأكثر الدفءا بمقدار 0.23 درجة مئوية عن الفترة نفسها في عام 2023 مشاهدينا خطام نشرة هذا المساء هذا تسكير بأهم وأبرز العناوين تنظيم امتدى وطني للتنمية الزراعية بمشاركة شبابية الاتحاد الوطني للمرأة الإرتفاع ينظم دورات صحية في عنسبة سمينار حول العمل الشرطي لسكان مديرتي براديسو ومهيتاماناين جيش الناجر يعلن مع تنمية إرهابي ويلاحق آخرين روسيا تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة عشرة أضعافا والصين تستانف تدريجيا استيراد المأكلات البحرية من اليابان سادتي سيدات هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء هذه تحيات وتحيات الفريق العامل شكرا لحسن اسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة